السلام عليكم متابعي دراما سبورت مباراة عالمية بدير بشمال أفريقيا بين الجزائر والمغرب الأردن أدمت مباراة مشرفة قدام المنتخب المصري فوز متوقع لمنتخب قطر على منتخب الإمارات ومنتخب تونس حقق الفوز على المنتخب العماني بفارق الخبرة وقبل ما نحكي عن مباريات الدور ربع النهائي وشو صار بهالمباريات ونتوقع مباريات الدور نصف النهائي فلازم نعلن عن الشخص اللي توقع مباريات الدور ربع النهائي بشكل صحيح الأخ زاتر كينغ موجود بالنمسا واختار طقم منتخب سوريا طبعا بشكل عام التوقعات كانت صحيحة جدا حوالي 20 شخص راسل حساب دراما سبورت على الإنستجرام والتوقعات كانت صحيحة لكن اخترنا بناء على التوب فانس لذلك يا شباب ما فينا نقدم 20 طقم لـ 20 شخص أو 30 طقم لـ 30 شخص الاختيار بناء على التوب فانس التوب فانس يعني بأنك أنت دائما مشارك بفيديوهات الدراما سبورت من خلال التعليقات وبالتالي ما بتكفي أنك دائما تكون متابع قديم للقناة أو تكون دائما متواجد بالقناة أو عم بتتابع فيديوهات الدراما سبورت لازم تشارك معنا بالتعليقات يا عمي كتوب منور أخداني كتوب أي كلمة بدك إياها الله حيو أخداني أهم شي تشارك بالتعليقات لحتى تكون من التوب فانس وليس فقط متابع قديم من دون المشاركة بالتعليقات وكون كان في أكتر من 20 شخص توقع بشكل صحيح مباريات الدور ربع النهائي فبالتالي بصراحة التوقعات كانت سهلة بالدور ربع النهائي لذلك بالدور نصف النهائي رح نصعب موضوع التوقعات أي إن لازم تتوقع نتيجة المباريات مباريات الدور نصف النهائي بالضبط النتيجة بالضبط ما بتكفي أنك تكتب بالتعليقات فوز منتخب قطر أو فوز منتخب الجزائر فوز منتخب تونس أو فوز منتخب مصر لازم تكتب النتيجة بالضبط اتنين واحد واحد صفر ثلاثة اتنين هاد الشي هو اللي رح يخلي الشخص يربح بالتوقعات القادمة لمباريات الدور ربع النهائي. طبعا مثل العادة يا شباب ممنوع تعديل التعليق ممنوع تكرار التعليق واكيد لازم تكون مشترك بالقناة والاولوية دائما للتوب فانس. والرابح بالتوقعات رح يربح طقم اي منتخب عربي من اختياره الشخصي مقدم من شركة سبورت ستاسيون. حطيت رقم الشركة على الواتس اوب فيك كمان تتواصل مع الشركة اذا حابب تختار طقم معين واكيد الاسعار بنور الله يعني بصراحة الاسعار جيدة نوعا ما ومقبولة وبتوصل لكل دول العالم. عموما قبل ما نفوض بتفاصيل الفيديو بتمنى اذا ما عم توصلك الاشعارات تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك. يلا عالتفاصيل. بمباريات الدور نصف النهائي رح نشوف مواجهة نارية بتجمع منتخب قطر مستضيف البطولة مع منتخب الجزائر. منتخب قطر حقق الفوز على منتخب الامارات بنتيجة خمسة صفر فوز كبير فوز عريض فوز انتهت المباراة بالشرطة الاول خمسة صفر والشرطة التانية يعني مجرد حصة تدريبية للمنتخب القطري لا اكتر ولا اقل. بصراحة اكتر المستفيدين من خسارة المنتخب الاماراتي لازم يكون المنتخب السوري. شفنا منتخب الامارات سيء دفاعيا لازم نشتغل على دراسة المنتخب الاماراتي من الان. المنتخب الاماراتي ما نسيء كاحصائيات يعني اذا تابعت احصائيات مباراة قطر والامارات من دون ما ما تتابع المباراة رح تحس بان في تكافؤ بين المنتخب القطري والاماراتي. لكن لازم تتابع المباراة وتشوف اخطاء المنتخب الاماراتي الدفاعية. وتشوف عدم اه ربط خط الدفاع مع خط الوسط وعدم اه ترابط الخطوط بشكل عام فرح تلاقي منتخب الامارات مانو جيد من ناحية الاخطاء الفردية. وهذا الشي اللي استغلوا بطبيعة الحال منتخب قطر حقق فوز بالشوط الاول نتيجة خبرة اللاعبين نتيجة دراسة المنتخب الاماراتي. انا ماني مضطر على الاستحواز لكن اذا حصلت على الفرصة فلازم استغل هاي الفرصة بتسجيل الاهداف. منتخب قطر واضح جدا منتخب قوي جدا ومباراة اه قطر مع جزائر ما راح تكون سهلة ابدا على منتخب الجزائر اللي حقق فوز صعب على منتخب المغرب بعد اه الاشواط الاضافية وبعد نهاية المباراة بالتعادل الايجابي واحد واحد رحنا للاشواط الاضافية واحد واحد كمان تسجل يعني صار اتنين اتنين فرحنا للقراءات الترجيح بالنهاية حقق منتخب الجزائر الفوز. مباراة شفنا فيها هدف عالمي من يوسف بلايلي منتخب الجزائر بهاي المباراة قدم افضل مبارااته بكأس العرب. افضل مباراة منتخب الجزائر بكأس العرب. للامان الشغل الايجابي اللي شفته بمنتخب المغرب بهاي المباراة تحديدا زهنية اللاعبين يعني لما كان عم بيتلقى هدف كان بيرجع مباشر لتسجيل هدف التعادل. بينما منتخب الجزائر دائما كان هو المسيطر هو المستحوز هو اللي عم بيحاول هجمات منتخب الجزائر كانت الاخطر. عم بحكي بكل صراحة هاي افضل مباراة للجزائر بكأس العرب. واذا لعب بنفس هذا الاداء فالامور باتجاه منتخب الجزائر على حساب منتخب قطر. اما اذا لعب بنفس مستوى مباريات دور المجموعات فوضعية منتخب الجزائر رح تكون سيئة. انا شخصيا شايف المباراة باتجاه منتخب الجزائر اذا لعب بنفس هذا المستوى اللي قدمه قدام منتخب المغرب. ان شاء الله نشوف مباراة ممتعة بين قطر والجزائر لكن توقعي مباراة قطر والجزائر لصالح منتخب الجزائر. نروح لمباراة النصف نهائي الاخر مواجهة افريقية عرب افريقيا تونس ومصر. منتخب تونس حقق فوص صعب على منتخب سلطانة عمان بنتيجة 2-1. تونس فينا نقول خبرة خبرة اكتر من منتخب سلطانة عمان. منتخب عمان ما كان سيء لكن سيف الدين الجزيري اللي عم بقدم مستوى خرافي ببطولة كأس العرب. اذا ما تراقب بالشكل الصحيح من لعيبة منتخب مصر فالامور بصراحة رح تروح لاتجاه منتخب تونس. منتخب مصر رح نحكي عنه بشكل سريع نعم حقق الفوز على منتخب الاردن بصعوبة بنتيجة 3-1 وصل الاشوار الاضافية. وبصريح العبارة كنت متوقع هذا الاداء من المنتخب الاردني. بغض النظر عن المستوى السيء بمباراة المغرب لكن منتخب الاردن لما بيوصل الادوار النهائية ولما بيتأهل من دور المجموعات بفاجأك باداء رائع. كمان عدنان حمد بيعرف او بيشتغل على موضوع دراسة الفريق المنافس. حسيت بان منتخب الاردن دارس فريق او منتخب مصر لكن منتخب مصر فايتين مو دارسين اي شي مباراة على الورقة عادية ولصالحنا فالامور رح تكون طبيعية ورح نفوز على منتخب الاردن فاجأهن المنتخب الاردني بالاداء وبدراسة المنتخب المصري بشكل جيد. بالنهاية الخبرة كمان يعني كانت لصالح منتخب مصر. فينا نقول دائما على المنتخب المصري هو منتخب صبور. يعني ممكن ما تلاقيه بافضل ايامه. ممكن ما تلاقيه بافضل احواله. لكن زهنية اللاعب المصري. تفكير اللاعب المصري. هدوء اللاعب المصري بصراحة يدرس. يعني انا من متابعي الكرة المصرية بشكل جيد وتابعت بطولة الامم الافريقية بالالفين وستة بالالفين واثمانة بالالفين وعشرة الجيل التاريخي للمنتخب المصري. بصراحة يعني بالالفين وستة منتخب مصر ما كان الافضل من ناحية الاداء. وحقق بطولة الامم الافريقية. بالالفين واثمانة كان افضل اداء قدموا المنتخب المصري وحقق فيها بطولة الامم الافريقية. بالالفين وعشرة كمان ما كان الافضل من ناحية الاداء. وحقق بطولة الأمم الأفريقية لعيبة منتخب مصر عندهم الصبر الصبر يعني لما بيتلقوا هدف ما بتلاقيه منتخب مشتت عادي الأمور عادية بيرجعوا للمباراة هدوء تام هدوء تام وممكن بأي هجمة يسجلوا هدف ويفوزوا فبالتالي لا تنتظر من المنتخب المصري أداء مبهر بقدر ما لازم تكون بانتظار منتخب مصر بيلعب بطريقة براغماتية بطريقة أني أنا بدي أربح كيف ما كان شلون ما كان أنا جماعة أنا معتاد على الفوز فلا تسألني عن الطريقة اسألني عن النتيجة بنهاية المباراة وهذا الشيء اللي عم بيعملوا دائما للمنتخب المصري شخصيا بهالمباراة بمباراة تونس ومصر أنا رايح باتجاه منتخب تونس منتخب تونس إلى الآن أكثر إقناعا وكمان في شغلة تانية بصراحة بتخليني أتوقع فوز منتخب تونس على منتخب مصر اللي هي أني حابب منتخب تونس يحقق لقب كأس العرب لسبب وحيد فقط نحن فزنا على منتخب تونس فلما حدا بيحكي بين منتخب تونس حق لقأس العرب نعم حق لقأس العرب لكن قدام مين خسر بدور المجموعات؟ قدام المنتخب السوري فنحن عايشين على هالشغلات الجميلة والشغلات الهيكة يعني على الهيلة ما بصراحة لكن مبسوطين فيها فمنتخب تونس بتوقع التأخل إذا لعبي نفس هذا الأداء كمان قدام المنتخب المصري فتونس أفضل كأداء من منتخب مصر وهذا كل شي حابب أحكي عن مباراة الدور النصف النهائي توقعاتي الشخصية بتمنى تتوقعوا مع كتابة النتيجة بالضبط لحتى ما يربح أكتر من عشرين أو ثلاثين شخص بصراحة كانت الأمور سهلة بالدور النهائي بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا سعوا خير وسلامة